السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ان المسلمين كانوا ضعفاء ومستضعفين وفقراء ويئش بينهم الكثير من الايثام ومن المساكين ومن المحتاجين وبالمقابل كان المجتمع فيه اناس من غير المسلمين كانوا اثرياء كانوا من اصحاب الاموال واصحاب النفود وكانوا يتباهون باموالهم ونفودهم ويعقدون تجمعات وتظاهرات ويعرضون على يستدعون الناس للحضور هذه التظاهرة من بعيد يستدعون اناس من بعيد ويدمنون لهم المركب والمسكن والماكل للتظاهر لكي يظهروا بانهم قرماء وانهم فيهم العطاء ويروى منهم كان العاص بن وائل وكان ابو سفيان وغيرهم كانوا ينحرون كل اسبوع ناقتين كل واحد منهم يذبح ناقتين ويجمع الناس ويتظاهر بالفخر وبالكرم وبالجود فجاء يتيم صغير عند ابي سفيان قهره الجوع فقال اريد لقمة اشد بها جوعتي فاذا باب سفيان يركله ركلة امام الناس والناس لم ينتبه بان هذا الرجل الجاهلي هذا الرجل القوي صاحب النفود والمال قد ركل ودفع هذا اليتيم والناس كلهم في التصفيق والتطبيل وفي الغناء والطرب والاكل والشرب واليتيم هناك يبكي واليتيم هناك يشعر بانه مشرد ولا احد يحميه ولا احد يفقه لحاله ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات رأى هذا المشهد فانزل هذه السورة المباركة ارأيت الذي يكذب بالدين ارأيت ارأيت فيها استفهام وكأن الله تعالى يشوقنا للتعجب لكم ان تتعجبوا اي والخلق ارأيت يا محمد والخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن وموجه لامة سيدنا محمد قاطبة اي خطاب موجه لسيدنا الرسول هو بالاساس موجه لكل الامة لان سيدنا النبي هو القدوة وهو الاسوة وكأن الله تعالى يقول له يا محمد انظر لم ترى انت ولا اصحابك وانا قد رأيت من فوق سبع سماوات ارأيت الذي يكذب بالدين هذا الشخص انه يكذب بالدين انه ينكر وجود دين وينكر وجود اله ووجود رسل وانبياء وكتب وتعاليم وينكر ان هناك بعث ونشور وجنة والنار يعتبر كل هذه المعطيات خرافات واساطير الاولين بعض الناس في عصرنا هذا يزعمون ان عندهم فكر حدثي وانهم جاءوا بالجديد كلا هذا فكر قديم قبل خمسة عشر قرنا من الزمن كان ابو لغب وابو سفيان وغيرهم ابو جهل وغيرهم يعتقدون نفس الاعتقاد ينكرون الاديان ويطالبون بالحياة طولا وعرضا ارأيت الذي يكذب بالدين من هو الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الناس كانوا يظنون بان الذي يكذب بالدين هو الذي لا يقرأ القرآن ويهجره هو الذي لا يصوم هو الذي لا يزكي هو الذي لا يعتقد بالانبياء والمرسلين جاء القرآن الكريم في هذه الصورة ليؤكد بان هناك اشياء اخرى بسيطة قد تطعن في تدين الانسان ارأيت الذي يكذب بالدين من هو الجواب فذلك الذي يدعو اليتيم انه الذي لا يحمي اليتيم يدعو اليتيم ان يدفعه بعنف اي انه لا يستقبل بامتسامة ولا بلطف ولا برفق وانما يهجره واذا كلمه قال له كلاما جارحا ودفعه دفعا انتم اكثرتوا انتم اوليتوا في كل مكان متسولون والتسول لابد ان نقضي عليه والكل يتحدث وكأن الرزق بيديه والرزق بيد الرزاق سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم من هو اليتيم اليتيم هو كل طفل لم يبلغ الحلم فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بان اليتيم اذا احتلم لم يصر يتيما والجارية اذا حاضت لم تصر يتيمة فالمقصود باليتيم الذي بلغ الرشد وابتلوا اليتيم حتى اذا انستم من الرشد فادفعوا اليهم اموالهم ادفعوا اليهم اموالهم بعد ان يبلغوا مبلغ النكاح فاليتيم هو الطفل الصغير الذي مات امه وابوه او احد والديه وهو فقير ويحتاجوا الى عناية ورعاية فالذين لا يهتمون بالايتام فهم من المكذبين بالدين حتى ولو صلى ولو صام اذا كان لا يعتني باليتيم ثم قال ولا يحض على طعام المسكين ينتقل من اليتيم الى المسكين وهذا شرائح في المجتمع المساكين الضعفاء المحتاجين لا يحض على طعام المسكين لا يحض نفسهم ولا يحض غيره ويقول هؤلاء المساكين لابد ان نجمعهم في منطقة ونسيجها بالسياج ونحبسهم كما فعل هتلر ايام زمان فكان يحرق ويعذب كل من لم يكن قوي لانه الجنس الاري لابد ان يكون قويا ولابد ان يكون شهما فاذا كان فيه ضعف او مرض او سقم يتخلصوا منه وفي بعض المجتمعات عندهم ميز طبقي طبقة الاغنياء وطبقة الفقراء وطبقة المساكين فانهم يعتبرونهم سبة ويرفضون ان تعايشوا معهم ولا ان يجالسونهم بل اكثر من هذا بل يأمرون بعدم العناية بهم ولا يحض على طعام المسكين المسكين من هو المسكين ليس هو الفقير المتسول لا المسكين قد يكون موظف يكون مستخدم يكون عامل ولكن اجرته ضعيفة جدا وهو غير متسول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده التمر ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان ولكن المسكين من لا يجد غنا يغنيه فيفطن له فيتصدق عليه المسكين هو فقير لكنه لا يتسول وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر المقصود أن هؤلاء عمال في البحار عندهم أسطول بحري لكنهم مساكين مجرد مستخدمين أجرتهم حد سميك في إطار الإنعاش الوطني يبقوا دائما أجر ضعيفة فكيف لهم أن ينفقوا على أهليهم وعندويهم فربنا عز وجل يقول كل من لم يهتم بالفقير وكل من لم يهتم بالمسكين فهؤلاء مطعون في دينهم أرأيت الذي يكذب بالدين وكأنهم كذبوا بأصول الدين قد يكون الإنسان ملتح ويلبس جلبابا وقد تكون المرأة محتجبة وتحمل قرآنا ولكن إذا لم يكن الإنسان يعتني بالأيتام وبالمساكين أو على الأقل يعطف عليهم ويقول لهم كلمة طيبة رقيقة فهذا كالذي يكذب بالدين إلى أن قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ينتقل من هؤلاء الذين لا يتعاملون مع الفقراء والمساكين بالإحسان ينتقل مباشرة إلى الذين يكذبون بالدين أنهم لا يصلون فويل للمصلين من هم هؤلاء المصلون الذين هم عن صلاتهم سهون الإنسان يسهى عن صلاته لم يقل ربنا عز وجل الذين هم في صلاتهم سهون وإنما قال عن صلاتهم سهون لو قال ربنا عز وجل في صلاتهم سنكون كلنا آثمون لأن كلنا نسى في الصلاة حتى سيدنا النبي نسى في الصلاة وسهى وأقر لنا الله تعالى وشرع لنا صلاة سجود السهو فكذلك الذي يسهى عن صلاته فرق بين أن تنسى في صلاتك في فرق كبير الذي ينسى في صلاته هذا عنده ضعف في الأجر والتواب وقد كان النبي الكريم يقول إن الرجل لا ينصرف عن صلاته ولم يحصل لا تسوعها إلا تمنها إلا سبعها إلا سدسها إلا خمسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها الناس يصليوا جماعة ولكن الأجر مختلف بحسب النية وبحسب الخشوع فقال ربنا الذين هم عن صلاتهم سهون أي أنهم يأتي وقت الصلاة ولا يصلون في الوقت دائما يؤخرون الصلاة بعد الوقت وهذا حرام كالذي يؤخر رمضان عن وقته هل يعقل أن يؤخر رمضان لشهر آخر لا يعقل هل يمكن أن يؤخر موسم الحج إلى وقت آخر لا يقبل كذلك الصلاة ينبغي أن تصلى في وقتها ولا يجوز أن يؤخرها إلا لناس أو نائم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الإتم في ترك الصلاة في وقتها إلا لإثنين النائم والناس حتى المريض لا حجة له لأن المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنت يصلي بعينيه ويتيمم فلابد أن يؤدي الصلاة في وقتها فويل للمصلين الذين معنصاتهم ساهون الذين هم يرؤون يعني كلما قاموا بعمل صالح إنما هو رياء فالذي قد تصدق على اليتيم وقد يعطي للمسكين ولكن كل ذلك رياء وحبا في السمعة فهذا كل عمله باطل مثله تماما كالذي يكذب بالدين فالرياء هو عكس الإخلاص يقوم بأعمال حسنة ويقوم بمبادرات طيبة ولكن ليس لوجه الله تعالى بل ليقال بأنه جواد وكريم وقد جاء في الحديث إن نار جهنم لتستعيد من واد في النار أربعمائة مرة في اليوم واد خصصه الله تعالى في النار قيل لمن يا رسل الله قال لحامل كتاب الله يقرأه وهو يرأي ولمنفق ومتصدق على الفقراء والمساقين وهو يرأي ولحاج أو معتمر يحج ويعتمر وهو يرأي ولمجاهد في سبيل الله يجاهد وهو يرأي ذكر هؤلاء الأربع اللي هم في القمة الحامل لكتاب الله والمحسن المتصدق بالمال والحاج والمعتمر والمجاهد إذا لم يكن ذلك لوجه الله فهو باطل وربنا عز وجل كان يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من ترك عملا وأشرك في غيري تركته وعمله فالشرك فالشرك محرم والرياء من الشرك وكأنه تكذيب بالدين إلى أن يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرأون ويمنعون المعون يمنعون المعون يعني المساعدة المعون كان أيام زمان كفي بين الجيران مثلا إمرأة تريد مثلا تريد تريد بعض الوسائل للطبخ تريد مثلا تنجرة تريد تريد طبقا تريد أي شيء شيء من التوابل شيء من التوم لا بأس نعطي بعضنا لبعض والرجل يحتاج إلى فأس يحتاج إلى مطرقة المعون والمقصود كل وسائل المعون أي واحد طلب منك معاونة مساعدة وعندك يأخذها يقضي بحاجته ثم يردها إليك فلا تمنع لأن الذي يمنع يكون كالذي يمنع رحمة الله بين الخلق فالمفروض أن يكون هناك تعاون بين الخلق أجمعين هذه الصورة المباركة صورة المعون أراد ربنا عز وجل أن يصحح بعض المفاهيم وأن التدين لا يكون فقط بالتقوس لا يكون بالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير من الأعمال رغم أنها أركان وواجبات ولكن أراد ربنا أن يقول بأن السلوك والعمل الاجتماعي وأثر ذلك في المجتمع هو الدليل على قوة التدين السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة